السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم مسائل الوحدة 4 القوى في بعد 1 القسم 3-4 قانون نيوتن الثالث منهج دولة إمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017 ردد شعاري المثابرة أقرأ أفهم أحفاظ أطبق ومفتاح النجاح في إيدك جيبر أو قلم متابع مع الحل يتدلى من السقف ثقل مربوط بحبل عديم الكتلة هذا السقف وهذا الحبل وهذه الكتلة ويتم ربط ثقل آخر كتلته 3 كيلو جرام بالثقل الأول ويتدلى أسفله بقطة حبل أخرى مهملة الكتلة هذه الكتلة الثانية عم 2 واللي مقدارها 3 كيلو جرام مقدار الشد في الحبل العلوي يساوي مقدار الشد في الحبل العلوي يساوي 63 نيوتن أوجد الشد في الحبل السفلي وكتلة الثقل العلوي نرسم القوى على الشكل هذه تمثل M G 2 هذه تمثل T 2 وهذه تمثل T 1 نطبق القانون الثاني لنيوتن على الجسم 2 القوى المؤسرة على الجسم 2 هي T 2 باتجاه محور Y الموجب و M 2 G باتجاه محور Y السالب F 2 وتساوي M في A وتساوي 0 لأن الجملة في حالة سكون القوى المؤسرة على الجسم M 2 عبارة عن T 2 في اتجاه محور Y الموجب فلذلك أخذت إشارة موجبة F G 2 أخذت إشارة سالبة لأنها موجودة على المحور Y لكن اتجاه باتجاه Y السالب وتساوي الصفر هذه الطريقة أفضل منها تقول أجمع وأطرح والناكب تحتار مين تطرح من مين من رتب المعادلة T 2 وتساوي F G 2 وتساوي M 2 في G T 2 وتساوي 3 كيلوجرام ضرب 9.80 نيوتن لكل كيلوجرام تطلع T 2 تساوي 29.40 نيوتن هي قوة الشد في الحبل السفلي يعني هذا الطلب الثاني حتى نحسب كتلة الثقة للعلوي نطبق القانون الثاني لنيوتن على الجسم واحد ونشوف القوة المؤثرة على الجسم واحد على هذا الجسم هي قوة الشد T 1 إلى أعلى M 1 G إلى أسفل M 2 G إلى أسفل F 2 وتساوي لM في A وتساوي للصفر لأن الجبن في حالة سكون القوة T 1 في اتجاه محور Y الموجب فأخذت إشارة موجبة سالب F G 2 في اتجاه محور Y السالب أخذت إشارة سالبة F G 2 في اتجاه محور Y السالب فأخذت الإشارة السالبة وتساوي الصفر أنت عم تدور على كتلة الثقة للعلوي يعني الثقة للعلوي موجود بهذه الكمية لذلك بننقل هذا مع إشارة لعند الصفر بتصير بالموجب بيصير عندك F G 1 وساوي T 1 ناقص F G 2 F G 1 عبارة عن M 1 في G 1 وتساوي لT 1 ناقص F G 2 بنقسم الطرفين على G بيصير عندك M 1 وتساوي T 1 ناقص F G 2 على G T 1 عبارة عن 63 ناقص F G 2 عبارة عن M 2 اللي هي 3 كيلوجرام ضرب G اللي هي 9.80 ناقص F G 9.80 ناقص F G 3 باستخدام الآلة الحاسبة يطلع عندك M 2 وتساوي 3.43 كيلوجرام طبق معي خطوة خطوة بكتب معادلة يكتبها برتب المعادلة يرتبها وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء ومن اللايك نوع من التشجيع شكرا